أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما يبدله رجال الأمن من جهود في الحفاظ على أمن الوطن موضع اعتزاز من الجميع ونوه سموه بمسارات التطوير بوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة على الصعيد الأمني والمجتمعي بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حيث اطلع سموه من خلال معاليه على آخر مستجدات البرامج والمبادرات التي تتبناها وزارة الداخلية وما تتخذه من خطوات فاعلة وفق غايات نبيلة من أجل الفرد والمجتمع وقد أشهد سموه بالجهود الطيبة التي يقوم بها كافة منتسبي القطاعات الأمنية وما يقدمونه من بذل وعطاء وتضحيات مقدرة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن موجها سموه الشكرى والتقدير لكافة منتسبي وزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وتمنيا سموه لمنتسبي وزارة الداخلية التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة من جهته عبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير للجهود المخلصة لرجال الأمن مؤكدا معاليه التزام وزارة الداخلية بواجباتها الأساسية في حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات الأساسية التزاما بالنهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا لافتن للتعاون والتنسيق والتواصل الدائم مع المنظمات المحلية والدولية انطلاق من منهجية مملكة البحرين القائمة على تعزيز الحقوق وحفظ الأمن والسلامة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر